السلام عليكم نبض معكم اسمة من دفعة يسر اليوم رح نشاهلكم المحاضرة الرابعة من محاضرات الباثولوجي اللي هي بعنوان ميكانيزم أوف سل انجوري اول شي حكينا من قبل حكينا ان الخلية بتتعرض لسترس لما تتعرض الخلية لسترس بتحاول تعمليه ادابتيشن هذا الادابتيشن يأما بيكون يأما بصير عندي هايبربليجيا أو بصير عندي هايبرتروفي أو آتروفي كله بيختلف الادابتيشن هسه انا اذا كان عندي هذا السترس كتير سيفير لدرجة ان الخلية ما قدرت تعملي ادابتيشن لهذا السترس رح يصير اشي عندي اسمه سل انجوري السل انجوري عرفنا من قبل يا اما بيكون ريفيرسبل يا اما بيكون الريفيرسبل تمام الريفيرسبل حكينا بيأديلي لسل دث سواء عن طريق الابوبتوسيز أو عن طريق النيكروسيز والريفيرسبل حكينا اذا شلنا الانجوري سستيميولاي رح ترجع الخلية لحالتها الطبيعية العادية تمام اول شي انا نعرف جنرال برينسبل لهاي السل انجوري اول شي انا نعرف انه سل لن رسبونس طريقة رد الخلية او تفاعل الخلية مع الانجوري سستيميولاي تعتمد على النيتشر اف انجوري على ديوريشن وع السيفيريتي تمام اذا السل لن رسبونس اشي تعتمد على النيتشر على ديوريشن على السيبيريتي مثلا انا عندي الهايبوكسيا بختلف عندي عن الاسكيميا يعني انا الهايبوكسيا قل عندي الاوتو مثلا هنا لا ما عندي اوتو في المرة فهنا اختلفت النيتشر اف انجري اختلفت السيبيريتي وبرضه بختلف الديوريشن كل ما كان الديوريشن اطول طبعا رح يكون الوضع اسوأ وعندي الكونسيكوانس للانجرس استيميلاي ديبان يعني الاسئرية الميز بين السلولة الرسبونس عايش بتعتمد والكونسيكوانس عايش بتعتمد الكونسيكوانس بتعتمد على الطيب على الستيتس على الجنتيك ميكوب على الادابتابيليتي لالانجورد سلز زي مثلا انا عندي لما سل عندي هايبوكسيا النيورال سل رح تتأثر بشكل كتير اكبر من الاسكليت المصل مثلا لانه النيورال سل كتير سنسيتف فانا هون سل تايب اعمل لي ايش احدد لي الكونسيكوانس لهذا الانجوري سيستيميولاي وبرضه الجنتيك ميكوب الجنتيك ميكوب هي اللي بتحدد لي هي بتحدد لي سواء بتزيد او بتقلل الابلتي للادابتيشن لهاي السل تمام تمام عنا هون تارجت للسل انجوري ياما ميتو كوندير داماج ياما انتري او كالسيوم ياما ميمبراين داماج او بروتين مسفولدين داماج دي انا داماج طبعا هاد السلويد هو عبارا مخطط هس مش هنستوعبه كامل بس لما نخلص كل السلويدات نيجي هون بس كترتيب للمعلومات اللي احنا اخدناهم في السلويدات الجاي تمام يعني عادي مش ضروري هسا نفهمه كله بالسلويدات الجاي كله رح يتوضح وكله رح يتبين اول ايش عندي الميتو كوندير داماج لان اعرف ان الميتو كوندير داماج يا اما بسبب قل عندي الاتي بي يا اما زاد عندي الار او اس تمام اللي هي الرياكتف اوكسجين سبيشيز فانا صار عندي هادولة الفاكتر هون صار عندي ملتبل داونستريم افكت رح نعرفها كمان في السلويدات الجاي وهون صار عندي داماج للليبد والبروتين والدي انا برضو رح نعرف ليه في السلويدات الجاي هون انتري اوف كالسيوم نعرف انه الانتري اوف كالسيوم اجي عندي من الاكستراسيلولار فات للانتراسيلولار زاد عندي الاعلى Their هدى الاشي رح يعمل لي الا اما بسبب زيادة الا המيتو كونديريا وال purely يعمل لي층ين للملتبل سلويلر انزيوم راح ناخدهم بالسلويدات عدنا الميمبريت داماج الميمبريت داماجاج يا اما رح يكون بلازما هي اما ليزوزوم والممبران. ليزوزوم والممبران نعرف انه في كل خلية عندي ليزوزايم. هاي اللايزوزايم هي عبارة عن ممبران. بيكون جوا انزايم. هاي الانزايم بتكون نوعا ما ديكريديتف انزايم. اه من نحمي الخلية من هاي الانزايم. على طريق انه بكون محوطها ممبران. فاذا انا خسرت هذا الممبران. الانزايم رح تطلع. فرح تصير تعمل ايش? بتدمر نفس الخلية. يعني نفس الخلية اللي هي فيها بتدمر الكمبننت تعيدها. تمام? فهي انزايماتك دايجيشن اوف سلولار كمبننت. وهو البلازما ممبران. انا لما اخسر البلازما ممبران كل الكنتنت انا اللي جوه الخلية. رح يصير لها ليكنش اوت. تمام? هاي لوس اوف سلولار كمبننت. معلنا بروتين مسفولدنج ان دي انا دماج اكتيباشن لبرو ابوبتوتيك بروتين. يعني لما يصير عندي بروتين مسفولدنج والدي انا دماج رح يصير عندي ابوبتوتيك. تمام? هس اول اشي ناخد البايو كيميكال ميكانيزم. انا كيف بصير عندي السيل انجوري. اول اشي دي بليشن في الاتي بي. انفلوكس للكالسيوم لوس الاتي بي قل. اول اشي كان عندي سبلاي في الاكسجين والنيوتريانت. كان عندي ميتو كونديريال دماج او كان عندي توكسنس. اول اشي منعرف انه الاتي بي حكينا او عند الجليكولايسس. بحتاج اكسجين. ليه? لانه الاكسجين هو الفاينل اكسيبتور. لا اه. الفاينل اكسيبتور في الالكترون ترانسبرت شين. هاي الالكترون ترانسبرت شين. لاحظ انه اخر اكسيبتور للبروتونس. هو عبارة عن الاو تو. تمام? فانا بدون الاو تو ما بصير عنده عندي اي تي بي في الكامل انا يعني اور الي�나 الكامل الكبير التي انا الحجم وهي الاشياء. والنيوتريانت طبعا. الي اليوتريانت له الي جليكوز الي جليكوز طبعا. منعرف هي العملية كاملة في البايو كاملة ولي غليكوينز ولي كريوب سايكل واحيي هاي الاشياء. فانا بحتاج او اني احسجين و احتاج النيوتريانتة عشان احمل اي تي بي. اذا فقلوا الكامل الكبير اللي أنا بعمله. والنيوتريانتز طبعاً. النيوتريانتز أنا بحتاجة غلوكوز. الغلوكوز طبعاً. نعرف هاي العملية كاملة في البايو كاملة غلوكوليسيس والكرب سايكل وهاي الأشياء. فأنا بحتاج أكسجن بحتاج نيوتريانت عشان أعمل ATP. إذا قلوا والأكسجن وقل النيوتريانت. أنا الـ ATP عندي رح يقل. طبعاً نعرف أصلاً أنه الـ site of ATP synthesis هو في الميتو كندرية. فأنا إذا صار عندي ميتو كندرية دامج رح يقل عندي الـ ATP. تمام؟ وبرضه سام توكسين زي السيانايد. السيانايد كمعنمات خارجية سيانايد برتبط في الـ complex 4 في الـ electron transport chain. لما يرتبط في الـ complex 4 رح يوقف لي الـ process of synthesis الـ ATP. فعشان هيك هو بقلل الـ ATP. إذا أنا ليش أنا صار عندي في الـ ATP. أول إشي بسبب صار عندي في الأكسجن في الـ nutrient. صار عندي ميتو كندرية دامج. وصار عندي سام توكسين. كان عندي سام توكسين زي السيانايد. تمام؟ أول إشي ننوخد عن الـ reduced supply oxygen and nutrient. أنا صار عندي إسكيميا. لما صار عندي إسكيميا أنا موقفت لـ blood flow لهذه الخلايا. لما موقفت لـ blood flow يعني أنا ما عندي أكسجن ما عندي نيوترينت. تمام؟ أنا هون ما عندي أكسجن ما عندي نيوترينت. قللت الأكسيدات الفوسفوريليشن اللي هي إيش العملية لبروسيس البطلالي ATP. لما أنا ما عملت أكسيدات الفوسفوريليشن قلل ATP. هسا الـ ATP كيف رح يأثر لي على الخلية؟ هسنا نعم. الـ ATP قل. لما الـ ATP قل. أنا عندي الصوديوم بومب تحتاج ATP. عرفنا إنه صوديوم بومب صح صوديوم. والمي رح يدخلوا جوا الخلية. رح بدل ما هم أصلاً بره رح يدخلوا جوا الخلية. والبوتاسيوم اللي هو أنا أصلاً لازم أدخله لجوا صار له إفلاكس. إفلاكس يعني بطل على بره. إنفلاكس يعني دخل جوا الخلية. تمام؟ فأنا بما أني دخلت دخلت ماء. رح يصد عندي أر سولينج. سلولار سولينج. سلولار سولينج. ميكروفل لاي. إند بلبس. تمام؟ هاد أول شيء بأثر على الـ ATP إذن ATP ديبليشن. بأثر على الصوديوم بومب. رح يصد عندي عفلقس للكالسيوم والصوديوم والووتر. و رح يصد عندي إفلاكس للبوتاسيوم. وحاكيين هاي البراسس بتعملي سلولار سولينج والإندو بلاسما كريتيكري سولينج. واللص بانكريه للموت فقط اخر شي انا انا التابق قلت انا اسخيميا انا لا لدي O2 من قبل ايام ايربيكي انا عشان ايام Senator ايام هم اليميزاء تمام لدركة السدكلية الايامفار س setting up لن تم ايام الامم الاكهوليكي لدي اكثر من الاتباه لانايربك غلايكوليسيز لدينا مستخدم لانايربك غلايكوليسيز زاد فالقلايكوجين قل ليه ؟ لأنه أنا قاعد ما بوصنني غلاوكوز ما بوصني النيوترينت لما ما يوصني النيوترينت أنا بدي اضطر استخدم من المخزون اللي عندي هو الغلايكوجين اصناق تمام فانا إذا استخدمت منه فرح يقل زاد اللاكتك أسد لأنه أصلا زادنا الـ NR بكاليكولاسيز زاد اللاكتك أسد بما أنه أسد فرح يقلل الـ PH لما قلل الـ PH صار عندك لومبنج للي نيو كلير كروماتين ليه لأنه أنا أصلا الـ PH بيأتش بيأثر على السلولار بروسس زي الترانسكريبشن زي الـ DNA ريبير زي الـ Replication فكل هاي الأشياء بتتأثر في الـ PH فقل عند الـ PH صار عندك أسدك PH فقل هاي الـ بروسس توقفت أو تأثرت في الأسدك PH فصار عندك لومبنج للي نيو كلير كروماتين ثالث اشي عمله الـ Depletion للـ ATP هو Detachment للريبوزوم يعني كنا بنعرف انه الريبوزوم موجود على الـ Endoplasmic reticulum وبتصنع البروتين أنا صار عندك Detachment لهاي الريبوزوم الريبوزوم بطلت على الـ Endoplasmic reticulum فبطلت تصنع البروتين فأحيقل البروتين سنتجوز تمام؟ إذن نعيد من أول أول شي كان عندي إسكيميا لما كان عندي إسكيميا رح يقل عندي ما عندي O2 ما عندي فرح قل عندي الـ ATP الـ ATP مهم لـ Sodium Pump الصوديوم بومب توقفت عندي منش توقفت قلت الـ Activity تعيتها فرح يصير عندي influx للـ Calcium للـ H2O للـ Sodium جوة الخلية وإفلكس للـ Potassium لما صار عندي هدول رح يصير عندي تمام؟ والـ ATP قل فأنا بدي عشان أعمل زي compensatory إنه أحاول أعوض الـ ATP الموجود بما إنه ما عندي O2 وبرضه ما يعندي نوترياند فرح أزيد من الـ Un-Aerobic glycolysis الـ Un-Aerobic glycolysis حكينا ما بعتمد على O2 طبعا فرح يزيد من لما زاد من اللاكتك أسد رح يقلل من الـ pH لما يقلل من الـ pH صار عندي وبرضه بما إنه ما عندي نوترياند فرح أستخدم من المخازن اللي عندي الـ Glycogen ثالث إشي صار عندي التاجمنت للريبوزوم من الـ Endoplasmic reticulum فقل عندي إذن هاي كيف أثر عندي الـ ATP على الخلية تمام؟ ثالث إشي influx لـ Calcium loss of calcium hemostasis طلع ملاحظ كلهم مربوطون ببعض طلع هنا لما قل عندي الـ ATP صار عندي influx الكالسيوم وبرضه هان هاي حسنا نعرف إنه الكالسيوم موجود intracellulary الكالسيوم موجود داخل الخلية يا إما في الميتوكندرية أو في الـ Endoplasmic reticulum تمام؟ هذا لما أنا يصير عندي انجلي لهذه الخلية الكالسيوم رح يطلع من مخازنه يا إما رح يطلع من الميتوكندرية يا إما رح يطلع من الـ Endoplasmic reticulum فرح يزيد عندي السايتوسول الكالسيوم يعني رح يزيد عندي الكالسيوم الموجود جوا السايتوسول رح يبطل الكالسيوم مخزن جوا الخلية في الـ Endoplasmic reticulum وموجود في الميتوكندرية لا، رح يصير في الـ سايتوسول رح يزيد عندي السايتوسول الكالسيوم تمام؟ هذا انجليز الـ Endrocellular كالسيوم ممكن يعملي أبوبتوسيز عن طريق يعملي Activation لكاسبيسيز إذا خلنا بس نوقف عشان الأدان ومنرجع نكمل عنا حكينا أنه انجليز الـ Endrocellular كالسيوم رح يعملي عن طريق اكتيفيشن للكاسبيسيز أنا عندي لما يكون الكالسيوم موجود في السايتوسول لأنه أصلا هاي أبنورمال كونديشن الكالسيوم لازم يكون يا إما موجود في الميتوكندرية أو موجود في الـ Endoplasmic reticulum أنا لما يكون موجود في في السايتوسول رح يحفز لي كاسبيسيز هاي الكاسبيسيز رح يتقدي لي للأبوبتوسيز اللي هي السلبث هسا لنعرف شو رح يعمل لي الكالسيوم لما يكون جواء السايتوسول حكينا أول إشي هون شو هما مصادر الكالسيوم الأجع عندي حكينا بيجى من الاكسترا سيلولر ليه لأنه الـ ATP قل هون هاي دبليشن للـ ATP صار عندي انفلكس الكالسيوم يعني نلاحظ كله مترابطين في بعض هاي الـ Event يعني صار عندي كذا بصار عندي كذا كله متتابع متسلسل تمام فأنا عندي صار عندي الكالسيوم أجع من الاكسترا سيلولر طريع من الميتوكندرية طريع من الـ Smooth Muscle رح يزيد السايتوسوليك كالسيوم هاي انكريز السايتوسوليك كالسيوم يائم رح يعملي اكتيفيشن لـ Enzyme يائم رح يزيد الميتوكندرية الـ Permeability transition فرح يصير الكالسيوم يطلع أكثر وأكثر بيزيد الـ Permeability للـ Permeability اكتيفيشن لصير الـ Enzyme شو هم الـ Enzymes اللي بيعمل لي اكتيفيشن لهم عندي سوري آسف عندي الفوسفولايبيز عندي الـ Protease عندي الـ Endoneuclease وعندي الـ ATPs تمام الفوسفولايبيز بيروح بيكسر لي الفوسفولايبيز ومنعرف ان الفوسفولايبيز هو من مكونات الممبرين وعننا الـ Protease بيدمر لي بيعملي الـ Disruption of membrane and cytoskeleton protein فهو أنا الـ Protease والفوسفولايبيز لما يدمروا لي الفوسفولايبيز ويدمروا لي cytoskeleton protein بيعملوا لي الممبرين يعني ملاحظ كمان بصحة كان هاي هون صور عندي انفلكس الكالسيوم وعندي الممبرين احد الـ Biochemical يعني طلع ديبليشن الـ ATP أدى عندي للانفلكس الكالسيوم انفلكس الكالسيوم أدى عندي الممبرين تمام فكله كله مترابط ببعض تمام اذا صور عندي الفوسفولايبيز لبروتياز كلهم أدولي الممبرين عند الـ Endoneuclease اعملي وعند الـ ATP دمر الـ ATP فقلل الـ ATP وبرضه الميتو كندري الـ Pyrami أبريكا لما تزيد بتقلل الـ ATP فأنا كل هدول صارت عندي بسبب انه سايتو السلك كالسيوم زاد حسا الممبرين دمج نعرف انه الممبرين دمج هي constant features في all form of cell injury مع عدل أبوبتوسيز أخذنا في المحاضرات اللي قبل انه مثلا النكروسيز بصر عندنا destruction للسل ممبرين لما صار عندي خلل في السل ممبرين طرعت عندي الـ component تاعت السل بينما الأبوبتوسيز لا السل ممبرين موجود ما صار له اي خلل السل ممبرين اذا انا السل ممبرين او الممبرين دمج هو موجود في كل السل مع عدل الأبوبتوسيز مع عدل الأبوبتوسيز هسا شو سبب الممبرين دمج حكينا عنا اسكيميا اسكيميا بتقلل الـ ATP لما تقلل الـ ATP بعمل كالسيوم انفلوكس كالسيوم انفلوكس بروح بيدمرلي الفوسفوليوبد والبروتين والميكروبيا التوكسنز برضو في عنا بعض البكتيريا بتطلع لي التوكسنز هاي التوكسن دايريكت لي بتروح بتدمرلي الممبرين دمج فيزيكال والكيميكال ايجانز زي مثلا الرادياشن زي البرن هاي الأشياء كلها بتدمرلي الممبرين خلية الممبرين هاي هون طلب صوتوثوليك كالسيوم زاد الفوسفولايبيز زاد البروتياز زاد الفوسفولايبيز والبروتياز لما زادوا الم lodز pattern دمر sandwich listillary ascasy skinny والفوسفولايبيز دمر ال腐这么 fat فصار لاندي councils فصار الamisime dtt برضه ال oh 2 لما قلة قل الات مما قل الاتب بطل يصير لاندي speaking poly we bad synthesis او ري اسيليشن تمام وبرضه ري اكتب اكسجن سبيشيز اللي راح نخدها في كمان كم نصطايت لقدام بتعملي البيروكسايداشن هاي برضو راح تعمل لي فوسفو لبدلس فرح يعملون من برين دامج اذا انا عندي طلع كم اشي ممكن يعمل لي من برين دامج وكل هم مترابطات ببعض تمام عنا كونس للمبرين دامج احلي ما نحكي من برين دامج مش بس اظنع البلازما مئمبراين لأ انا في عندي اكثر من من برين جider الخليهدي احلي الكاندي يحب الميتوكونديريا الممبراين عند اللايززوم الممبراين عند الميتوكونديريا الممبراين خسيرми النزائية الامنة держميلات يحبت للبات за هذا الامن الثلی كم اثناء هاتف جيداها لانزاممل seiتو باري بصرعي نخسر الـ اسموتيك بالانس فصواهرو من الانزام الانزام تattered على السيتو بلاس زي الريبونيوكلييز زي الديانيز وزي الكلوكوس تمام اذا كلهم هدول ميمبرين ممكن يسر لهم دمج في حالة انا صار عندي سيل انجوري تمام عنا الميتوكنديريا الدمج اذا عندي الميتوكنديريا الدمج الميتوكنديريا هي كتير سنستف للهايبوكسيا ولا الكميكال توكسنز والرادياشن اذا انا عندي الميتوكنديريا هي كتير سنستف كتير بتتأثر اذا نقطعنها الاكسوجين اذا تعرضت لتوكسنز اذا تعرضت لاشعة هاي انا الميتوكنديريا لما يسر لدي دمج رح تحفز الابوبتوسيز يعني رح تحفز للسلدث يا اما عن طريق النيكروسيز يا اما عن طريق الابوبتوسيز اذا انا الميتوكنديريا لما يسر لها دمج رح يتحفز للسلدث يا اما عن طريق النيكروسي اما عن طريق الابوبتوسيس. كيف بتحفزلي النكروسيس? عن طريق انه هي بتعملي متو كندريا الpermeability transition pore. صحي الميتو كندريا بصير عليها زي قنوات على الممبرين تعها. فبتزيد الpermeability. اذا بتزيد الpermeability عن طريق انه بتشكل متو كندريا الpermeability ترانزيشن بورس ها رح يصير عنا الممبرينتا ها رح يبطل اوي فرح يصير عنا بطل تعمل فوسفرانيشن الاتي بيقل فييصير عنا نكروسيس وعننا بتحفز الابوبتوسيس عن طريق هي نفسها بتطلع لي سايتو كرومسي السايتو كرومسي لو ما يروحها السايتوسول بيحفز لي الابوبتوسيس اذا الميتو كندريا الامج بتأدي لي للسلدث عن طريق يا اما نكروسيس يا اما ابوبتوسيس اخدنا الباثوي تعت النكروسيس اخدنا الباثوي تعت الابوبتوسيس حكينا النكروسيس الميتو كندريا بتعمل فرميشن للميتو كندريا البرميابيليتي ترانزيشن بورس هذا بصير عنا بتبطل تعمل فوسفوريليشن والاتي بيقل فبصير عندي نكروسيس وحكينا الابوبتوسيس عن طريق انه هي بتطلع لي سايتو كرومسي هادي السايتو كرومسي في السايتوسول بيحفز الابوبتوسيس هاي هون طلع هاي صار عندي اوتو قلب ان التوكسنز صار عندي توكسنز صار عندي رادييشن كلها تعملي ميتو كندريل دامج ديس فانكشن الاتي بيقل البرودكشن اوف رياكتف اكسجين سبيشيز بيزيد هدول الاثنين بيعملوا لي سلولر ابنورمالي تي بيأدو لي لالنيكروسيز هون عنده سيرفايفل سيجنل من الديان اي من البروتين دامج صار عندي زادت البرو ابوبتو تيك بروتين وقلت الانتي ابوبتو تيك بروتين اخذنا في المحاضرات الماضي ان البرو ابوبتو تيك ايش بيحفز للي لا ايش بيحفز الابوبتو تيك زي الباكس والباك الانتي ابوبتو تيك هم أشياء بيمنع الابوبتو تيك بروتينات بيمنع الابوبتو تيك زي bcl2 والbclx تمام فهدول لما يزيد عندي البرو ويقل عندي الانتي راح يصير عندي ليكجرون الميتو كندريل بروتين زي سايتو كروم سي ويصير عندي ابوبتو تيك إذن هيك هاي هاي الرسمة بتلخص لنا كيف الميتو كندريال دامج عملتلي نيكروسيز أو أبوبتوسيز تمام هسا نحكي عن الأكسيدياتف استرس أو الرياكتف أكسوجين سبيشيز أول إشي نعرف إنه الرياكتف أكسوجين سبيشيز هي كتير هايلي رياكتف موليكيول يعني هي كتير كتير انستيبل أتمز تتفاعل مع الأورجينيك أو الانورجينيك كيميكولز هي هي رياكتف موليكيول هي عبارة هسا أنا الرياكتف أكسوجين سبيشيز هي عبارة عن باي برودكت للنورمال سلولار ميتو بوليزم يعني أنا صار جوا الخلية ميتو بوليزم سواء ميتو كندريال رسباريشن سواء صار عندي انيرجي برودكشن كله بطلع معي باي برودكت الفري راديكلز هاي الفري راديكلز هي أصلا يعني بالنورمال كنديشنز بتكون موجودة بسمول أمونت بس بصر لها ريموفل يعني أنا عندي إنه إشي بصنعلي هاي الفري راديكلز وبرضو عندي ميكانيزم عشان تعمل ريموفل لهاي الفري راديكلز أنا في حالة بلنس بكون في هاي البرودكتشن والريموفل إذا في عندي صار أي سترس أي إشي زاد يعني صار أخل في التوازن تعمل البرودكتشن والريموفل رح يصار عندي كونديشن نسميه أكسيديتف استرس تمام؟ إذن عنده الفري راديكل الفري راديكل هي كيميكال سبيشيز that have a single unpaired electron في الأوتر أوربيتل عشان هيك هي highly reactive molecule لإنه عنده إلكترون واحد في المدار الأخير تاعها مش مرتبط يعني مش paired electron لا هو unpaired electron حكينا هي unstable atoms react مع الorganic والorganic كيميكال زي البروتين اللي بدل كاربوهايدريت بتعمل damage caused by free radical is determined by their rates of production and remove إذن أنا الخلل أو الدمج اللي بتعمل إياه في الخلية باعتمد على المعدل البرودكشن تاعهم ومعدل الريموفل تاعهم أنا excess free radical منسميه oxidated stress اوكي هاي هون reactive oxygen species حكينا one of the oxygen derived free radicals produced normally في small amount حكينا بشكل طبيعي بتكون موجودة في الخلية during reduction oxidation reaction during mitochondrial respiration during energy generation and removed by defense mechanisms إذن حكينا في normal conditions بتكون عندي free radicals موجودة في الخلية بس بتكون في small amount طبعا نعف ليشي بتطلع بسبب بصار عندي reduction oxidation reaction during mitochondrial respiration صار عندي energy generation بس برضو أنا عندي defense mechanisms عملت removal لهاي ال ROS عشان ما تعمل لي cellular damage بس أنا او برضو نعرف انه ال neutrophil والmacrophage بتعمل يعني بتصنيعلي ال ROS ليه لانه destroying the ingested microbes and other substances اذا نعرف كمان انه ال ROS تلعب دور مهم في ال immune response عن طريق انه هي بتصنيعه في eliminating pathogens يعني انا عندي ال neutrophil والmacrophage بتصنيعلي هاي ال ROS عشان تقتل البكتيريا نهي بلعمتها تمام هسا حكينا generation of free radicals increase under several circumstances انا هسا نعرف شو ال condition اني انا free radicals بتزيد عندي عشان هيك بصلي production تاحها اكتر من removal فبصلي عندي شو oxidative stress اول اشي عنا absorption of radiant energy زي ال UV light زي ال X-ray enzymatic metabolism of exogenous chemicals or drugs زي ال carbon tetrochloride وعند ال inflammation free radicals produced by leucocyte وهي حكيناها نفسها اذا عندها دول ال conditions بزيدوا من production لل free radicals وبخلوني تحت ال oxidative stress تمام هسا عنا pathological effect لل free radicals حكينا هسا نعرف كيف ال free radicals تعملي damage للصص حكينا فوق قصن منلاحظ طلعي free radicals عملتلي membrane damage وبرضو اه لا بس هون اوكي هسا نعرف كيف ال free radicals لها دخل في السل انجوري اول اشي libit peroxidation in membrane وبتعملي crosslinking other change في البروتين وبتعملي dna damage اذا بتأثري على الممبران بتأثري على البروتين بتأثري على dna damage كيف بتأثري على الممبران تحكي ال oxidative damage of the double bonds in the polyunsaturated fatty acid resulting in formation of peroxide which are unstable and lead to membrane damage اذا انا شو بصر عندي بصر عندي oxidative damage في المصحة انها عندي unsaturated double bond في ال unsaturated fatty acid الموجود في الممبران الممبران بتكون من polyunsaturated fatty acid صار عندي oxidative damage في هاي polyunsaturated fatty acid فصارت عندي انه هاي oxidative damage شكل عندي بروكسايد هذا البروكسايد بروح بيدمر الممبران وبرضو crosslinking other changes في البروتين ودي ايه damage حكيناها تمام هاي هون عنا هاي الرسمات بتوضح كيف ال reactive oxygen species بتعملي هاد الدمج او ال pathological effect تاها هاي هون لاحظة انه radiation toxins reperfusion اجع عندي على الخلية صار عندي production لل ROS هاي هدولا هم امثلة على ال ROS زي ال O2 minus هي السوبروكسايد عند ال H2O2 هي الhydrogen peroxide والOH هي الhydroxyl radical تمام هاسا حكينا انه في normal condition بيكون عندي removal of free radical انه defense mechanisms هاي defense mechanisms ممكن تكون انا احول السوبروكسايد ايون ال H2O2 عن طريق السوبروكسايد ديسميوتاز وال H2O2 هي الhydrogen peroxide اعمل اعمل احولها ال H2O عن طريق الجلوتاثيون بيروكسايداز وعن طريق الكتاليز اذا انا اعرف انه هدول هم defense mechanisms سواء السوبروكسايد ديسميوتاز او جلوتاثيون بيروكسايداز او الكتاليز هدول هم عبارة عن defense mechanisms هسا انا اذا زاد عندي ال production of ROS يعني صارت ال defense mechanisms مش قادرة انه تعمل removal لكامل ال ROS لانه كتير صار عندي هاي ال production الهم رح يصرع لنا بيروكسايداز او يصرع لنا membrane damage سرع لنا protein modification فصرع لنا break down و mis folding و DNA damage و يصرع لنا mutation ان ال ROS هيك ال ROS كيف بتأثر على الخلية يا اما بتعمل ميوتاشن في ال DNA تمام هسا damage of to DNA and protein حكينا في برضو تحت normal condition انا الخلية عندها mechanisms عشان تعمل repair لل DNA damage يعني انا ممكن ال DNA يصرع عندي mismatch ممكن صرع عندي mutation عادة الخلية نورمالي بيكون عندها mechanisms عشان تضبط هاي الاشياء اللي صارت عندي في ال DNA بس اذا كان ال damage كتير سفير فالسل تعملي cell death عن طريق ال apoptosis وبرضو accumulation mis folded protein بعمل لي apoptosis اذا انا ال damage لل DNA والبروتين بعملولي apoptosis عن طريق اذا كان ال damage كتير سفير فالسل تعطيني suicide program result في ال cell death اللي هو ال apoptosis والaccumulation mis folding protein برضو بعمل لي apoptosis تمام هسا نحكي عن ال ischemic وال hypoxic injury ال hypoxia هي energy production can continue by an aerobic glycolysis ان انا ال hypoxia انو انا قل حس انا ال hypoxia شو هي انا قل ال blood supply لهاي المنطقة بس انا في حالة ال hypoxia انا ممكن اعمل energy production عن طريق ال an aerobic glycolysis بس انا ال ischemic injuries faster and more severely than hypoxia لانو ال hypoxia عندي alternative pathway انا ممكن اروح لل an aerobic glycolysis بس انا ال ischemia ما بقدر اعمل اي اشي فعشان هيك ال ischemia في وقت اقصر ممكن يتأثر لي على الخلية بشكل كبير اكتر من ال hypoxia تمام mechanism of ischemic injury major cellular abnormality in oxygen deprived cell or اما ديجريز ال atp generation اما بصرع لنا ميتو كوندريا ال damage اما اكملاشن في ال aros اذا انا اذا قل عندي الاكسوجين شو ما ممكن يصر عندي في الخلية حكيناهم فوق ال atp بقل الميتو كوندريا ال damage بصرع لدي بصرع لنا اكملاشن لرياكتف اكسوجين حسنا بحكيك انه ال heart muscle cease to contract within 60 seconds of coronary oculation يعني انا عندي القلب بتوقف عن ال contraction اذا قطع عنه الدم لمدة 60 ثانية بس يعني قديش انا عندي ال heart muscle sensitive بالنسبة ل البلد اللازم يجيها بلد عشان تشتغل اذا نقطع البلد لفترة قصيرة زي دقيقة واحدة القلب رح يبطل يعمل contraction if hypoxia continue worsening atp depletion cause further deterioration with loss of microvilli and formation of plebs كيك انا اذا ضلت هاي حالة ال hypoxia موجودة رح يصير ال atp اقل بشكل يعني رح يزيد سوء ال atp فهذا رح يعمل لي رح يخلي الوضع كتير اسوأ رح يصير عنا اخسر المايكروفل لاي واعمل فورميشن للبلبس and this stages the entire cells and its organelles are swollen اذا انا بحكيي لك انا عندي هون صار عندي انقطاع ستين ثاني للcoronary oculation القلب توقف عن contraction اذا ضلت هاي الحيبوكسيا ال atp رح يضل ينزل اسوأ رح يصير عندي loss of microvilli رح يصير عندي formation of plebs رح يصير عندي السو والاورغانل تعيدها رح يصير لهم انتفاخ رح ينتفخوا بس في هاي الحالة اذا الاكسجن رجع رح يصير عنا هاي الاشياء رح ترجع يعني الاكسجن رح ترجع عادة اذا الاكسجن رح ترجع عادة بينما اذا ischemia persists irreversible injury and necrosis والاكوري يعني طلع هون اذا كان عندي هاي بوكسيا بينما هون ischemic اذا ضلت الاسكيميا رح يصير عنا irreversible injury رح يصير عنا necrosis irreversible injury is associated with severe swelling of mitochondria damage to plasma membrane influxed calcium and accumulation of r o s تمام اذا انا شو انا نعرف شو هما disturbances في حالة irreversible injury هما the swelling to mitochondria damage to plasma membrane influxed calcium accumulation to r o s والدث رح يصير عن طريقة النكروسيز اكتر من الابوبتوسيز اذا انا في حالة الاسكيميا رح يصير الدث في حالة نكروسيز اكتر من ابوبتوسيز الاوتوفا الاوتوفاجي عنا الاوتوفاجي هي عملية البلعم الذاتية يعني انا بدمر الخلايا بنفس الجسمي بدمرهم الاوتوفاجي process of اوتوفاجي اول اشي بصير عندي sequestration هاي اول خطوة من خطوات الاوتوفاجي بصير عندي sequestration شو بصير عني انه اوتوفاقوزوم is formed around the cytoplasm and the organates بصير عندي زي ممبرين بحيط في السايتو بلازم والاورجين اللي انا بدي ادمرها بعدها بصير عندي اوتوفاقوزوم is formed with lysosome ليه لانه اللايزوزوم هو اللي بيحتوي على ال degradation enzyme ال degradation enzyme هون انا ما يصير لهم fusion مع بعض بصير هذا ال degradation enzyme يدمر لي ال component اللي هون اللي انا اصلا ما بدي اياهم اللايزوزوم release enzyme ذات degradated material في الاوتوفاقوزوم طبعا انا هون اوكي صار عنا release the enzyme هذا ال enzyme دمرت لي ايش المaterial في الاوتوفاقوزوم ثم بصير عندي اه بنسميها ال degradation تمام بعدها بصير عندي ايش الملسوس بصير all cellular material degrade to amino acid هاي اخر خطوة من الاوتوفاقوزي تمام اذا خطوات الاوتوفاقوزي تكون اول بصير عندي انا بحوط الصايتو بلازمو ال اورجينل في اوتوفاقوزوم بعدين بعمل ترافورت للايزوزوم بعمل همو فيوجن مع بعض بين الليزوزوم والأوتوفاقوزوم بعدين بسرعنا ديگراداشن الانزام لجوال فاقوزوم دمرت للكمبننت الموجودة جوالأوتوفاقوزوم بعدين بسرعنا utilization وديگراداشن للبرودكت كل السلولار ماتيرير بتترجع لي لأمانو أسل هاي هون الأوتوفاجي أو self-eating الليزوزوم ديجست 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 اف ديسل اون كبننت اذا هاي شو تعريف الأوتوفاجي هي الليزوزوم الديجست الليزوزوم دمر الخلية بمحتوياتها تمام it is survival mechanisms in time of nutrient deprivation يعني أنا هاي الأوتوفاجي تعتبر حالات إنقاذ مثلا خلنا نحكي survival mechanisms أنا عشان أنقذ الخلية في حالة إذا ما كان عندي نيوتريينت تمام initiated by multi-protein complex that since نيوتريينت deprivation stimulate formation of autophagic vacu شو بصير عندي إنه أنا protein complex هاي البروتين complex تستشعر إنه أنا ما عندي نيوتريينت فبتحفز إنه يتم تصنيع عندي autophagic vacu اللي هو حكينا هون ايش اللي هو زي الممبران تمام فبصير عنا autophagic vacu is postulated to be formed from riposome free region of the ER إذا هون بحكيك بحكيك أنه بتم تصنيعه من الريبوزوم free region على الـ endoplasmic reticulum بعدين هاي الـ vacu بترتبط fuse مع الليزوزوم عن طريق بتشكل إشي شو اسمه autophagolizosome هو أصلا اسمه كان ايش autophagosome فلما ارتبط مع الليزوزوم صار اسمه autophagolizosome بعدين وقد Ms. With time the starved cells eventually can no longer coop with by devoring itself at this stage autophagy may also signal cell death by aboptosis إذا هم بحكيك مع الوقت الخلية الجعانة الخلية الزعانة ما بتقدر تظل التعامل مع هاي انه توقل نفسها و تدمر نفسها فهين رحيت تعملي signal عشان تحفز el-aba وبتوسس و هيك من خلصنا المحاضرة يعطيكم العافية